أفذت وسائل إعلام إسرائيلية عن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية في خايم مندل بليت توصل إلى قرار نهائي بشأن ملفات فساد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو وسط ترجيحات بتقديم لائحة اتهام ضده وبحسب المعلومات الواردة فإن مندل بليت أكد أنه يعتزم اتهام نتنياهو بتهم الغش وخيانة الأمانة في إطار التحقيق في الملف رقم ألف فيما لم توضح ذات المصادر تهم الموجهة في الملفين ألفين وأربعة آلاف هذا ودعت جهات مسؤولة في وزارة القضاء الإسرائيلية إلى إغلاق الملف ألفين لعدم وجود قاعدة أدلة تكفي لإدانة نتنياهو